السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أصدقائي مجددا على قناة ناش تيفي أصدقائي بهذا الفيديو إن شاء الله رح نحل مشكلة تطبيق الكوي في تركيا اللي هي إضافة طريق الدفع وكمان مشكلة تانية اللي هي تغيير لغة التطبيق من اللغة العربية للغة التركية إلا نحن ليش بدنا نغير لغة التطبيق من اللغة العربية للغة التركية لحتى نحل المشكلة التانية المشكلة التانية اللي هي إضافة طريق الدفع لما نحاول نضيف طريقة الدفع ولغة التطبيق هي اللغة العربية رح نواجه مشكلة انه بيقلك انه لازم تضيف المعلومات البنك بالعملة المحلية حصرا اللي هي الجنين المصري فشوفوا هلأ احنا اول شغلة او اول مشكلة اللي هي تغيير اللغة ما منلاقي خيار من خلال الاعدادات والخصوصية بيسمح لنا بتغيير اللغة فكيف نحنا بدنا نغير اللغة اصدقائي هلأ قبل تغيير اللغة شوفوا لما نحنا بدنا نحاول نضيف طريقة دفع في تطبيق كواي في تركيا اول شغلة بعد ما دخلنا على العجلة وبعدين بعد ما دخلنا على ايقونة السحب تحت الرصيد اللي بيكون بالليرة التركية تالي بنختار المبلغ اللي بنسحبه على فرض عشرين ليرة تركي بعدين رح نضغط على سحب هلأ بنشوف المشكلة اللي رح نواجهها اصدقائي بالرغم من انه هي مالة مشكلة يعني اضفنا طريقة دفع وعادي يعني حتى لو ظهرت هاي العبارة من الجاهلة ولكن الناس بتخاف على كل حال نحنا بدنا نحل المشكلة هلأ اول شي اضفنا اسم المستفيد بشكل كامل بعدين بالخانة التانية اسم العائلة بعدين بالخانة التالتة رقم الهاتف بيبدأ بزائد تسعين زائد تسعين وبعدين رقم الموبايل بدون صفر يعني فرضا الرقم موبايل اغ بيبدأ بصفر تلاتة وخمسين انت بتحط زائد تسعين تلاتة وخمسين تمام بعدين بالخانة الاخيرة الايبان اللي بيبدأ بتي ري عافين اصدقائي هي العبارة اللي الناس بتخاف منه انه لازم تضيف الايبان بالعملة المحلية الجينية المصري فنحنا كيف بدنا نحل هاي المشكلة؟ حل المشكلة هو بتغيير اللغة كيف منغير اللغة؟ بكل بساطة منغير لغة الهاتف من اللغة العربية للغة التركية فلما منغير لغة الهاتف من اللغة العربية للغة التركية بتغير تلقائيا أو بتتغير تلقائيا لغة التطبيق شايفين بعد ما غيرنا لغة الهاتف تغيرت لغة التطبيق دخلنا على التطبيق وبعدين على العجلة الخاصة بالرصيد أو بال يعني الخاصة بالمصابقات أو بأعداد المشاهدات وما إلى ذلك دخلنا على العجلة وبعدين على تشيك تحت الرصيد اللي مجمعينه بعدين رح نختار الرصيد على فرض 20 ليرة تركي وبعدين تشيك وبعدين رح نضيف طريقة الدفع طبعا أنا ضعيفها مسبقا أو صاحبي ضعيفها مسبقا المهم نحنا قدامكم رح نشرح منضيف أول شيء الاسم الكامل تمام؟ الاسم مع اسم العائلة وبالخانة الثانية كمان منكرر اسم العائلة تمام؟ بالخانة الثالثة منحط رقم الهاتف اللي بيبدأ بزاق التسعين زاق التسعين خمسة ثلاثة كذا كذا إلى آخره بعدين بالخانة الأخيرة اللي هي الآيبان اللي بيبدأ بتيري بيمشي الحال أي بنك أصدقائي يعني حتى البيتاتي بيمشي حاله إذا كان حسابك مفعل بيبدأ بتيري وإلى آخره يعني فشوفوا المشكلة اللي كانت ظاهرة اللي بتقلك أنه لازم تضيف الآيبان بالعملة المحلية الجينة المصري انحلت مشكلتها بعدين أصدقائي منضيف طريقة الدفع وبيمشي الحال بإذن الله شكرا كتير لكم على المتابعة أصدقائي كان معكم أخوكم نادر الشيخ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته